من جانبها أكدت المحللة في شؤون الجيو سياسية والأمنية المحامية إيرينا تسو كيرمان من نيويورك أن هناك آلية مراقبة قمعية في قطر لذلك لن ترى أي انتقاد للسلطة القطرية هناك بعض الأشياء المزعجة التي تحدث في قطر والتي تم إدانتها من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية هذا يتضمن قوانين التعبير المقيدة التي أقرتها قطر في السنوات الماضية والتي تم فرضها مؤخراً بشكل خاص على الرغم من أن قطر تشارك في الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بحرية التعبير وبشكل أساسي هذا أيضاً يمتد إلى تأسيس المنظمات غير الحكومية مثل مختلف مراقب حقوق الإنسان والذين يقيسون مدى تقدم قطر في تنفيذ اتفاقياتها حول قضايا مختلفة وليس حرية التعبير فقط ويمتد هذا القمع في قطر إلى الصحافة والجمعيات السياسية وأيضاً يمتد إلى أعضاء العائلة الحاكمة الذين يحاولون التعبير عن آرائهم في قضايا مختلفة الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية ذات المصداقية علقت على هذه المسائل ولكن للأسف لم يتم اتخاذ أي إجراء لمواصلة التحقيق في هذه المسائل وتنفيذها بأي شكل من الأشكال